أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أن الاهتمام بالصناعة والتحرك في هذا القطاع يأخذ وقتا وجهدا وتكلفة كبيرة وأضافها الرئيس السيسي خلال افتتاحه مجمع مصانع الأسمد الأزوتية بالعين السخنة أن مشروع المجمع تصل التكلفة التقديرية له بدون تكلفة الأرض والمرافق نحو 800 مليون دولار واستغرق أربع سنوات على أن احنا لما خدنا القرار ده خدنا أربع سنين عشان نفتتح المصنع ده اللي هم ست مصانع دول يبقى عشان في خلال ثمان سنين مع الوضع في الاعتبار أن احنا مع الشركات اللي هي بتعتبر من أفضل شركات صناعة في العالم في المجالات اللي احنا بنتكلم فيها خدت وكنا ضغطين في التوقيت وكان جزء من التفاوض معهم أن احنا ننجز المهمة في أسرع وقت ممكن لأن كتير من الناس يقولوا إيه أنتوا ليه مش مهتمين بالصناعة إحنا عشان نهتم بالصناعة ونتحرك فيها هناخد وقت وجهدي كبير قوي وتكلفة كبيرة مشروع زي اللي احنا بنتكلم فيه ده انت بتتكلم في غير تمن الأرض والمرافق اللي هي بنتوصل لها بتتكلم في 800 مليون دولار ولا أنا مش أخبال يا فالرقم كبير يا جماعة عشان تعمل مصانع كثيرة تقدر تحقق بيها أولا حاجاتك اللي أنت عايزها ويتبقى جزء للتصدير ده موضوع هياخد هياخد وقت ولازم وإحنا بنتكلم في النقطة دي ننتبه لحاجة مهمة قوي إن إحنا كان عندنا أولويات موجودة إزاي نوصل نحن نبقى مستقيم يعني أقدر أقول إن أنا أجل أعمل مصنع زي كده ما يكون ما يكون عندي آآ الطاقة الكهربائية اللازمة